ملف الحدود الأمريكية مع المكسيك وجدلية بناء جدار الحدودي مواضيع تتناولها وسائل الإعلام والشارع الأمريكيين متوجسين من الخطوة القادمة لكن كيف تبدو الحدود اليوم؟ وهل نحتاج هنا في الولايات المتحدة إلى جدار على الحدود الجنوبية؟ الحدود الأمريكية مع المكسيك تمتد لمسافة 3145 كم أي تقريبا المسافة ما بين بغداد في العراق وطرابلس في ليبيا هذه الحدود الشاسعة ووفقا لمعهد بيوي للدراسات في واشنطن تشكل المصدر الأساسي للهجرة الغير شرعية إلى الولايات المتحدة أما بالنسبة للمهاجرين الغير شرعيين فإن عددهم تجاوز الأحد عشر مليون في أواخر عام 2016 كلهم عبروا هذه الحدود بطريقة أو بأخرى نعم هذا فيديو حقيقي يظهر تجاوزات المهاجرين الغير شرعيين على الحدود الدولية نسبة اختراق الحدود قلت لأكثر من 60% منذ تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة لكن ماذا عن الجدار وكيف يراه كريستيان راميرس رئيس تحالفي سان دياغو وهي منظمة حقوقية تدافع عن حقوق المهاجرين الغير شرعيين بالبقاء في الولايات المتحدة الجدار هو مسرح سياسي بالنسبة لنا الرئيس كلينتون قام ببناء الجدار قبل أكثر من 20 عاما لذا فلا داعي لبناء جدار آخر كما أن لدينا أكثر من 20 ألفا من حرس الحدود فضلا عن طائرات ومعدات أخرى لحماية الحدود الحقيقة أننا لا نحتاج إلى حواجزة بل نحتاج لمد الجسور للتواصل في المجتمعات على جنبي الحدود يحتاجون لبعضهم البعض ولا يمكن فصلهم قررنا أن نتجه نحو الحدود ونعبرها نحو المكسيك لنرى كيف يتفاعل أهالي تيوانا المدينة المكسيكية الأكثر نشاطا على الحدود مع موضوع جدار وهل سيؤثر عليهم تجاريا واجتماعيا طبع ما يقوله ترامب يؤثر علينا لأن الناس سيخفون وهم يعتقدون أنه سيسحب جوازات السفر من المكسيكيين لكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك أعتقد أن الأمريكيين سيبدأون بالعودة إلى تيوانا بعد أن يطمئنوا على ما يحصل هذا المكان كان يحتوي الكثير من الناس لكننا نعيش اليوم مع القليل من الزبائن يوم ماطر في المدينة كان من نصيبنا لكننا استطعنا أن نلتقي شخصا مكسيكيا آخر وهو طالب جامعي يعمل كسائق سيارة أجرى وكان له رأي آخر بناء الجدار سوف يؤثر في الغالب على الناس الذين يعيشون في الولايات المتحدة وليس على الناس الذين يعيشون هنا في المكسيك للأسف من يريد عبور الحدود سوف يعبرها بأي طريقة كانت وحتى مع وجود الجدار المكسيكيون من تجار المخدرات هم أناس أذكية ولن يتوقفوا إذا تم بناء الجدار وتقدر منظمات الهجرة بأن أكثر من ثمانية ملايين مهاجر غير شرعي يشغلون وظائف في سوق العمل الأمريكية الأمر الذي يبقى جدلياً أيضاً فالبعض يرى بأن ترحيلهم قد يؤثر سلباً على الأيد العاملة فيما يرى من يدعمون قرارات الرئيس دونالد ترامب فرصة لتوفير وظائف للمواطنين الأمريكيين نقاشات الهجرة ستبقى ساخنة ونحن نعود بها إلى أمريكا عابرين الحدود مجدداً لكننا نعبر بطريقة شرعية كعشرات الآلاف من المهاجرين الشرعيين الذين تفتح الولايات المتحدة لهم أبوابها كل يوم علي زبيدي اليوم على الحرة سين دياغو